يذكر لي أحد مشائخي عن أحد كبار تجار الرياض السند متصل يقول ذهبت في رمضان لأوزع زكاتي وهو من أكبر تجار المملكة توفي رحمه الله رحمته واسعة يقول أذن الظهر وأنا في الطريق وقفت عند إحدى المحطات وكنت متعب ثنمت في المصلة يقول فرأيت في المنام يا عبد فلان اتجه للمنطقة الفلانية فإن بها عبد لي منذ ثلاثة أيام ما يفطر إلا على الماء فأعطه ما يكفيه سنة يقول فقمت مفزوع من الرؤية ثم غيرت الاتجاه يقول وصلت للبلد أذان العصر اتجهت للمسجد في هذه القرية يقول انتظرت بدأ الجماعة توافد على المسجد وإذا بهذا الرجل الذي رأيته يقول والله رأيت بصورته يصلي بنا إماما يقول لما صلى وانتهى أخذ الجماعة يخرجون بقي هو قال أنت رجل غريب عن البلد لا إله إلا الله الله الغنى غنى القلب قال أنت رجل غريب عن البلد تفطر معي اليوم رمضان يقول قل تم ترى استقرأ قرآن في المسجد قبل المغرب بقرية الجام ذهبت معا يقول تبيني فيما بعد أنه إمام بدون راتب يقول لما دخلت البيت يقول والله ما رأيت شيء يرد البصر ما في فرج أطفاله ما عندهم اللي يستر سوآته يقول لما عذر المؤذن أحضر لي الماء وقال تفضل يقول فعينت في استقرأ قال يا أخي والله إني من ثلاثة أيام لا أفتر إلا عنه ولو عندي غيره لأتيتك به فتأثر هذا التاجر وأخذ يبكي ثم قال له أنا مرسل لك من الله الله أكبر يا أخوان ما ذهب يترجى مخلوق ضعيف مثله عرف الله فعرفه الله فأرسل له من يعرض عليه داخل بيته وهو في عزه وكرامه وستر لأن من يعرفه الله يعرفه الله ومن يعظم الله يعظمه الله ومن يرجو الله ينار رضوان الله الله أكبر لكن انظر واسمع وتأمل القلب الملي بما عند الله والزهد عن جناح البعوضة قال أنا التاجر فلان وقد أمرني الله أن أعطيك ما يكفيك سنة تخيل إنسان رصيده صفر ويعرض عليه التاجر كبير يقول نعطيك مليون مليونين ماذا تريد يقول فما كان من هذا الرجل إلا أن بكى بكاءا شديدا يا فلان لا تفتني بمالك يا فلان ما تفتني بمالك وأخذ يبكي يقول والله بعد إلحاح شديد ما أخذ إلا ألف ريال لا إله إلا الله إنها نفوس وقلوب عرفة الله فأكرمها الله بغينا من عنده سبحانه وتعالى أسأل الله أن يغنيني وأياكم بفضله وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أمين يا رب العالمين